تعريف مصطلح المجاهدون والجهاد الحلقة الثانية والخمسون من سلسلة داليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشكر مصدر أو مرجع المعلومات الثانية والخمسون المجاهدون والجهاد يفهم في المعاجم العربية أن الجهاد مشتق من الجهد على الرغم من أن هذه المعاجم لن تعطي اهتماما للفظ الجهاد الذي لقي عناية شديدة لدى الفطهى والمفسرين والجهد معناها المشط والعناء فقد يقال جهد دبته وجاهده إذ حمل علي فوط طاقتها وحتى الجهاد بفتح الجيم يعني في اللغة العربية الأرض الصلبة فمد الجهاد تدل إذن على المشط والشدة والصلابة والعناء وبذل الطاقة الجسيمة المفرطة والجهاد في حتم الفطه الإسلامي فرض على الكفاية لا فرض عين وتتصار الجهاد فرضا في الإسلام بحتم أنطوط الآية تُتِبَ عَلَيْتُمَ الْقِتَالُ وَهُوَ تُرْهُ لَتُمْ وَإِنَّا مَتَانَ هَذَا الْفَرْضِ فَرْطِي فَيَا فَتَتْ إِذْ قَامَ بِهِ بَعْصَطَةَ عَنَ الْبَاقِينَ لِطَوْلِهِ تَعَالَى وَمَتَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا تَافَةً وللجهات في الإسلام أداب والشروط وفضائل لم تستطع المدنية الحديثة ولا للاتفاقية الدولية الخاصة بالحروب أن تبلغ ما سنه الإسلام في تحريم القتال بالنيبال المسمومة وفي تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ وكل العجزة ولو فعل العدو ذلك ولما اندلع ثورة التحرير الجزائرية واطلط لفظ المجاهد على رجل جزاري انضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني ليطاتل الفرنسيين المستعمرين ومن معهم حتى يجلوا على أرض الوطن تارهين وتانى الدافع إلى هذا الإطلاق تمه وواضح دينيا أساسه التعلق بالإسلام ومبادئه منها الجهاد فمعنى المجاهد هو الذي يجهد نفسه ويعنف بها ويجهد بدنه ويشط عليه فيتاتل أعداء المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية في أوساط القفار والوثنيين ولاتنا المجاهد في مفهوم الثورة الجزائرية يقف مفهومه على محاربة الاستعمار الفرنسي جنسا وعلى أرض الجزائر وطنا ومتانا وعلى الفترة الواقعة بين فاتح نوفمبر 1954 ميلادي والتاسع عشر مارس 1962 ميلادي زمانا والداعي الذي دع الوطنيين الجزائرين إلى هذا الإطلاق كان دينيا بحتا تم أسلفنا باعتبار أن المجاهد إذ لم يتنخرى صريعا في ساحة الوغة اعتبر شهيدا والشهيد له على الله الجنة ولذا إذ لم يتن عناصر جيش التحرير الوطني يغسلون الضحايا الذين يخرون في معارة الشرف موتى لأن المجاهدين في غزوات المسلمين لم يتونوا يغسلون بل غالبا ما كانوا يتفنون بملابس الحرب وهو الشرف لم يخص الإسلام به أحدا غير الشهداء والحقيقة أن فتة الدين الإسلامي هي التي كانت تهيب بكثير من الوطنيين الجزائرين إلى ثورة على الاستعمال الفرنسي طبل اندلاع الثورة التحرير نفسها فتكنت أسمع في الأسوات الريفية التي كنت أحضرها وأنا الصغير وطني من حفظه القرآن يقومون بالدعاية لصالح بعض الهيات الوطنية في بعض الانتخابات التي كان الفرنسيون ينظمونها في نهاية الأربعينات وهم يرددون بعض الآيات القرآنية والعبارات الدينية في تأييدهم لطرف معين وقد سمعت أحدهم يقول في نحو منتصف هذا القرآن بسوط سبابنا بعد أن صعد على صندوق ليخطب في الناس إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان تفور ثم أضاف يقول ها هو أخوتم المسلم يخطب عليكم فضط هذا الوطن في مثل هذا الموطن عبارة أخوتم المسلم بعد ذكره آية ترير دفاع الله عن المؤمنين وبغضه للتافرين والخائنين يؤكد مذهبنا في أن الثورة الجزائرية قامت على الدين وأن عاطفة الوطنية امتزجت بعاطفة الدين فتوانت خلفية متينة جعلت من المستحيل طهرها بقوة السلاح ولاهب النار ويرتبط وجود المجاهد في تاريخ الثورة الجزائرية بفضائل ومبادئ فتتان المجاهد رجلا يتدسه الشعب ترديسا مطلطا ولم يكن ذايت الترديس ناشيا عن احترام أعمى وإنما طامع الأسس تتمثل خاصة في الصيفات العالية التي تان المجاهد يتمتع بها فهو فهو يضحي بحياته من أجل الجزائر ليحررها فيتحرر شعبها ويسعد إنه يقيم الصلوات الخمس إنه يصوم على الرغم من أن متطلبات المعارضة تانت تدعوه إلى الإفطار وعلى الرغم من أن الفطهاء الجزائريين الوطنيين تانوا أفتوا بجواز إفطار مجاهد في رمضان فإن المجاهدين تانوا لا يفطارون إلا في يوم خوض مرة ما أما في الأيام التي يستجمون فيها فتانوا يصومون ومثل هذه السلوط وهذه الصيفات من شأن أن تنتزع حب المواطني للمجاهد وتان الرجل الجزائري أثناء الثورة إذا بلغ سنا معين لا تجاوز الأربعين في الغالب ولا تقل عن العشرين يلتحق بالجهاد ولكن في نهاية ثورة التحرير كان يفضل الشباب على الكهول لقدرتهم على التحرك ولعدم مسؤولياتهم العائلية الوضعية الاجتماعية للمجاهد أثناء الثورة بمجرد أن ينخريط المجاهد جنديا في جيش التحرير الوطني تانت الجبهة تؤمن لأسرته حياة تريمة بحيث تقدم إليها منح شهرية طهرة فتان المجاهد من هذا الجانب يدرط بأن جيش التحرير الوطني ترعى أسرته رعاية شديدة وحين تان المجاهد يجرح في معرته تان يرضع في متن آمن غالبا ما يتون خارج الحدود إذا تان الجرح خطيرا فيدوى ويرعى وتثيرا ما تان بعض جرح المجاهدين يرسلون إلى البلدان الصديقة ولا السيام الاشتراطية منها للمعالجة والرعاية وفي عهد الاستقلال عنية الحكومة الجزائرية عناية خاصة بالمجاهدين فحاولت أن تترمهم بألوان من التترم حتى يشعروا بأن تضحياتهم قد لها الآخرون أحسن التقدير ويبدو أن إن ديساس بعض المنتهزين بطرط غير شرعية في صفوف المجاهدين الحقيقيين على عهد الاستقلال طلل من نظرة الاحترام التي تان الشعب الجزائي ولا يزال يكونها للمجاهدين الأبرار الذين قاتلوا الاستعمار بأنفسهم ولا تنتب لهم أن يظل أحيا في عهد الاستقلال هيئة المجاهد الهيئة الرسمية للمجاهدين الجزائرين كانت تتمثل في طاميس وسرول ومعطف من جنس واحد ولونها لون عبية يتراوح بين الخضرة والزرقة وفي معظم الأطوات كان لهم طبعات مخاطة من جنس طماش بذلاتهم وحزمة طماشية عريضة أما أحذيتهم فكانت مطاطية الأسفل رماشية العلى خفيفة نسبيا تتصعد مع السرق حتى تجاوز التعب بنعو 5 سنتيمتر ومثل الحذى له خصائص عسكرية تثيرة أهمها إن وطع لا يحدث ضجيجا فيسمع من بعد ثم إنه خفيف يتيح للمجاهدين سرعة الحركة بأقل عنا ممكن ثم إنه لا يورم أردامهم إذا مشوا فتتان المجاهدون عبما تطيع مسافة 30 تيلو مترا في اليوم الواحد إذا ارتضت استراتيجيتهم التنقل من متان إلى آخر فهذه هي أهم خصائص البذل العسترية للمجاهد ولاتن المجاهدين تثير ماتانوا يغطون البذل العسترية الرسمية بجلاليب صوفية تقليدية وعمائم بيضاء وصفراء تيفا موتفقة وفائدة الجلباب أنه يطيه البرد والمطر من وجهه ويتيح له أن يواري تحته السلاحه بالإضافة إلى أنه في حال مرور طائرة للعدوم مستطلعة يستحيل عليها معرفة المجاهد من سواه بفضل هذا اللباس الشعبي وقد تنافس الناس تنافسا شديدا في الحصول على بعض بذلات المجاهدين في بداية عهد الاستقلال لارتدائها والاحتفاظ بها التذكيرة ومتحف المجاهد غني فيما يتصل بهذا الجانب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد